موسيقى 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 عدنا من الفاصل إلى موضوع الطب التجميلي غير الجراحي دكتور أفنان زبيدات من سخنين طبيبة أسنان ومدربة دولية في مجال الطب التجميلي غير الجراحي ما هي تجربتها في هذا المجال ما هو هذا المجال هل هناك إقبال عليه من قبل الرجال النساء الشباب الشابات ما الذي يميز هذا المجال أستضيف معي هنا في برنامج هذا اليوم دكتور أفنان زبيدات طبيبة أسنان ومدربة دولية في مجال الطب التجميلي غير الجراحي دكتور أفنان زبيدات مساء الخير مساء الخير نعم بداية تاني خلينا نبلش نتطرق لموضوع مجال الطب التجميلي غير الجراحي بس نبقى أنت طبيبة أسنان طبيبة أسنان درست في جامعة العلوم والتكنولوجيا بالأردن في إربيد قبل 6 سنوات تخرجت يعني من سنة 2013 وبشطل بمجال الطب التجميلي غير جراحي إضافة لطب الأسنان وحاليا كمان بشطل كمدربة دولية لعلاجات البي عريف اللي رح نحكي كمان عنها ممتاز الآن موضوع مجال الطب التجميلي غير الجراحي عرفيلي شو هذا المجال عرفيلي إياه مجال الطب التجميلي غير جراحي بيحتوي على كثير علاجات منها البوتوكس الفيلرز اللي هو المواد التعبئة بي اريف إحنا منحكي مثلا بوتوكس إحنا منحكي على التجعيد الحركية اللي بتظهر بالأثناء الحركة العضلة يعني مثلا حال التجعيد التعبيرية مثلا بالصباح لما الواحد برفع حواجبه لما بيكشر بيكون في عنا الخطوط بين الحواجب كمان لما نضحك وكون في عنا خطوط بجوان بالعنان فهاي التجعيد إحنا منعالجها بالبوتوكس وفي عنا كمان الفيلر اللي هو الملوي بالعبرة إحنا منعرف مع بالضبط تعبئة إحنا منعرف مع التقدم بالعمر بصير في عنا فؤدان للدهن بالوجه فبصير في عنا تراهولات فإحنا بحاجة المواد اللي تعمل تعويض لهذا الدهن لينفقد فإحنا منعملها عن طريق الفيلر الملوي نعم فيه إقبال يعني تلقي هذه الخدمة بالضبط بالنسبة لإذا منقارن مع سنوات سابقة صار في عنا كثير إقبال بشكل كثير كبير مع طب التجميل الغير جراحي في عنا طب تقول بتراوح الأغمار من بين عشرين لحتى لآخر الستنات من الرجال والنساء طبعا القسم الكبير والحيز الطغي هو للنساء في عنا كثير أسباب منها مخلبي بها النقطة شمعنا النساء قلت للنساء نحن يعني رح أحكي لك بصدبط هنا بتعرف كل شخص فينا خاصة النساء لأنه تحب دائما تظلها بمظهر لائق جميل بتحب تكون دائما إنها وجه مع بشرة حيوية نظارة بالوجه وهي كصراحة كل شخص بيحب يكون هكذا أسباب ثاني في ناس اللي بيكون في عندها مثلا عدم رضعا شكلها الخارجي لأسباب معينة فبترجأ للطبي التجميل الغير جراحي لحتى تحسن من شكلها وبنفس الوقت ممكن زد ثقتها بنفسها لهذا السبب في ناس اللي بتعمل مثلا داية حاد فقدان للوزن أو بيتعرضوا لأزمة نفسية فبصير في عندنا القابلية لفقدان الدهن أو ظهور التجعيد بشكل أسرع عن غيرها والسبب الأخير رح أذكره هو تأثير السوشيال ميديا المواقع التواصل الاجتماعي أولادنا عم نشوف الدعايات لبلوغرز المودلز العرضات الأزياء بيظهروا بشكل خارجي شبه مثالي فكثير ناس بتحب تتشبه فين فهنا كثير دور لنا مهم إحنا كأطباء إنه نحافظ على سقف توقعات كثير واقعي وحيي موضوع سقف التوقعات يعني أنتو بتشرحوا مثلا للرجل أو المرأة الشاب والشابي قبل ما ييجي إنه برضو يكونوا إجريك على الأرض يعني مش ملن نوصلك لمحل الإسامي نوصلك لأيه أنا بحكي للناس إنه إحنا عم نعمل تحسين للشكل تعويض للدهون لنفقد مش عم نعمل تغيير للشكل إحنا لأ بس عم نحسن هذا اللي منسوي نعم ويتفهمون هذا الموضوع أه أكيد طبعا إحنا بنشرح لن كل إش أنا شخصيا بشرح لن كل إش بتلاحظي دكتورة بالفترة الأخيرة يعني ببلش الإقبال على هذا المجال أو على تلقي الخدمة في مجتمعنا العربي زي المجتمعات الغربية أنا بشطل بالوسط العربي وبشطل كمان بالوسط اليهودي صراحة نفس الإقبال أنا لما بلشت أشطل قبل عدة سنوات كان شوي لما نحكي بوتوكس كان الناس تستغرب إشهاد تفكروا تعرف شكل نانسي وهيفا وانتفاخات وثيم كبير بس لأ لبلشت الناس صار في عند وعي كافي إشهو العلاجات إحنا ما منغير شكل إحنا بس عم منحافظ على الشو الموجود ومنحسنه أكثر هل يمكن أن يكون مضاعفات معينة؟ أكيد إذا بيكون في حقن بمنطقة خاطئة إلا ما يكون في رد فعلي لهو سلبي لهيك كثير مهم الشخص يختار وين الطبيب يختار الطبيب الصح اللي يحطن له مع خبرة تكون جدا كافية ولحتى ما يكون المتعالج بيتعرض لهذه النقطة نعم شو مع النساء المتزوجات والرجال المتزوجين والتقدم بالسن في إقبال؟ على فكرة في عند متعالجين اللي بيجي زلم ومرته مع بعض مع بعض فبعمل للزلمة مثلا بوتوكس وللمرة بوتوكس بيجوا الاثنين مع بعضين لأنه إحنا كيف كمان مرة إحنا مش عم بدي كتير نقطة مهمة اللي تنعرف اللي رح أعيدها كتير إحنا بس عم نحافظ أو كعلاج وقائي ضد التجعيد هذا اللي بنسوي فيه مثلا فيه بيجوا شباب اللي هني بعمر ثلاثة وعشرين بيشتغلوا بالشمس فبتعت بظلوا رفعين أشعة الشمس تؤثر على البشرة بظلوا رفعين حواجبين لفوق فبصير في عندي تجعيد اللي تقول لعمر بآخر الثلاثينات فبعملوا بوتوكس بتغلوا كوقاية أوليش ضد التجعيد ونفس الوقت تظلوا محافظين على عمرهم طيب خلينا نيجي الآن برضو للدكتورة أنت مدربة دولية في مجال الطب التجميلي غير الجراحي صح وإن شاركتي وشو عملت أنا مدربة لأطباء في خيبي داخل البلاد وخارج البلاد للبي آريف لما إحنا منحكي بي آريف إحنا منحكي على علاجات اللي تستخرج من الدم نفسه يعني إحنا منسحب دم من جسم المتعالج منقضعه بجهاز الهو جهاز الفصل فعلى وقت وسرعة معينة وبعد الوقت وسرعة إحنا منسحب بيكون في عنا بيكون فينا تجمع لسائل اللي هو البي آريف بيكون فيه تركيز عالي لخلايا جدعية عوامل نمو اللي بتشطل على تحفيز بناء أنسج جديدة أو عدموية جديدة تغذي للمنطقة فلهيك إحنا بتشطل على نظارة البشرة على سوادل تحت العنين حتى بتعتل للبشرة بتقول النظارة اللي هي بشكل كتير كبير يعني أنت بتدرب الأطباء دكتورة بهذا المجال حتى بكرة أنا الصباح طالع على اليونان يعني بكرة لازم أكون وما الهدف من المشاركة في اليونان؟ حتى نعطي تدريب لأطباء من عدة دول بالعالم أنا وكمان طبيبي يونانية وشاركتي هنا برضو بالضف الغربي لا كنت موجودة؟ أبل بالضف الغربي كنت بنابلس أبل أسبوع ونوص كان في عندي محاضرة كمان تقريباً لحوالي أربعمائة طبيب أسنان كمان عن موضوع الـ PRF لأنه موضوع الـ PRF موضوع اللي هو جديد مش مش دارج فيه عندنا الـ PRP اللي هي لبلازما المعروف اسمها أما الـ PRF هو الإش اللي هو أحداث وأجدد فبيفرق من ناحية نتائج أنه بيكون فيها تركيز أعلى للخلايا اللي حكينا عنهن اللي بيشتغلوا على تحفيز وبناء وتجديد حكينا هنا عن أنا بدي أربط إذا فيه إمكانيين أه طبعاً بدي أربط كونك طبيبة أسنان وموجودة بمجال الطب التجميل لغير الجراحي كيف بتنسقي بين اللي شغلتين؟ أنا بشتغل بين المجالين بحاول أدمى فيه أنه أكون بتعرف عم بتقدم بمجال الطب الأسنان عم بحاول كمان أتقدم بشكل كثير بمجال الطب التجميل عم بعطي للجهتين شويل إشي صعب بس بس فيه إشي مشترك لا طبعاً أنا لما إحنا كأطباء أسنان بأول خاننا إحنا تعلم طبعاً خمس سنين بالأردن بأول ثلاث سنين كان عنا أول ثلاث سنين كان تركيز بشكل كثير كبير على الأناتوميا يعني على طبقات الجل على الأعصاب على الأوعي الدموية على الأنسجة لتبعة الرأس والرأبة بكل مجال شغلنا كان بالرأس والرأبة فليك إحنا بتقدر حتى كمان بشغلنا كأطباء أسنان إحنا بنعمل عمليات بنعمل برفع جيوب الأنفية فإحنا بنشوف كل إشي الأوعي الدموية وين موجودة طبقات الجلد الدهن وين موجود فإحنا بطلقاً تقول لما إحنا بندخل بالإبري بنعرف وين عم منفوت إذا في رسالة أخيرة بتحب توصليها للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدة تفضل النقطة المهمة عن جد كيف إحنا حكينا بحاول قد ما بنقدر أن نواعي الناس على الطب التجميل الغير جراحي أنه طب مثله مثل أي طب ثاني بساعد كثير كثير ناس عندها بيكون مثلاً ثقة بيكون قليلة بالنفس فما على المبعمل العلاجات بيزيد ثقتهم بنفسهم كل شخص فينا بحب يكون بمظهر جميل بمظهر لائق الإشي مش غلطي كثير صح والوجه مراي للبنادة نعم بالنجاح لك دكتور أفنان بداية من سخنين طبيبة أسنان ومدربة دولية في الطب التجميلي غير الجراحي بالنجاح شكراً جزيلاً